بداية بداية بنقول برج الحمل ايامك يا ربي ربنا يسعدها عانيت كتير في الفترة اللي فاتت كان في ضغط كتير جدا اقوى من انت تقدر تستحمل كنت حاسس ان انت عليك عبء كبير جدا شلتك تقيلة مجهد بتعاني مفيش حد يشيل معاك مفيش حد ماشي وياك دايما انت اللي بتنور لنفسك دايما انت اللي بتساعد نفسك بترفض كمان المساعدة من غيرك يعني ما بتتقبلش ابدا ان حد يشيل معاك الشيلة بتاعتك مضغوط جدا عصبي حاسس ان الدنيا كلها جاية عليك كل ده يعني عايزين بس نبصله كده ونقوله باي باي معناش هنشوفك تاني يا هذا الاحساس معناش هنشوفك تاني مع انتش تقابلنا تاني احنا كمان رفضين ان انت تقابلنا احنا عايزين الروح الحلوة عايزين التفاؤل عايزين الامل عايزين الحياة تبقى حلوة معانا فان شاء الله هي بالفعل حياتكم هتكون احسن يا برج الحمل عايز اقول لكم كمان ان في عندكم افراح كتير جدا سماع لاخبار كويسة هتسعدكم واتدخل على نفسكم الصرور تستهلوا كل الخير وكل التحية على الاحتمال وعلى الصبر لكل اللي تعرض للخيانة والغدر من حبيب او ما شابه فربنا هيجب لكم حقوقوا اصلا وانتوا قاعدين انتوا مش محتاجين انتم غير انكم بس تقولوا يا رب انتوا مش محتاجين حاجة اكتر من كده فاكتروا من الاستغفار وقلت يا رب وان شاء الله كل اللي جاي خير عايزينك تكون حريص جدا على خصوصياتك يا برج الحمل ما تأمنش للناس بسهولة وما تديش سرك لحد لان في ناس وانت تحسبهم اصدقاء او معارف وبتحكي لهم سرك اول بول بس هما مش او فياء او في فترة من الفترات هيستخدموا ضدك فاتراجع عن هذه العادة ما تستمرش فيها حاول ان انت توقفها لانك هتعاني منها بعد فترة فحاول ان انت تقفل على نفسك يعني مش تقفل على نفسك من ناحية الاجتماعيات تقفل عن نفسك من ناحية الاسرار من ناحية دواخل نفسك ما تبعش لحد يعني شخص موصوق فيه جدا 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 ومجربوا ستمائة الف مرة طبعا متوش حاجة اسمها ستمائة الف بس ما علينا يعني حاولوا ان انتوا تكونوا اكتر حيطة واحتفاظ بالسر بتاعكم لنفسكم اللي منكم بيحاول ان هو يفتح مشروع جديد او عايز بيفكر ان هو يغير نشاط عمله وعايز ان هو يلجأ لنشاط جديد او منظومة جديدة حتى في الشغل ان هو يلجأ لها في انه يعمل شغل جديد عشان يحسن الداخل ويحسن الاوضاع احب بشارك بان ده احسن وقت ممكن تعمل في حاجة زي كده الموضوع هيبقى ناجح جدا المشروع هيبقى ناجح جدا وان شاء الله هتشوف فيه كل الخير وهيكون له بواده كويسة جدا في القريب العاجل ألام القلب وقلام السدر ومتاعب النفس كل ده هيتصلح ان شاء الله في الايام اللي جاية فيه طاقة استشفاء صحيا وروحانيا عندك يا برج الحمل في بعضكم بيعاني من أسحار شيطانية اتأذى فيها بسبب حبيب يا إما حد كان عايز استحصل على الحبيب ده فعمل لكم انتو العمل أو من حبيب سابق حاول ان انتو مطرحوش لغيره فعمل لكم برضو العمل أو عمل لكم سحر يعني السحر ده مقفل الدنيا رابط الحال ربنا يأذن مؤذيه ويدديله على قد دنيته ويرد كده في نحره ان شاء الله في الأيام اللي جاية وفي جلسات الاستشفاء اللي انتو بتعملوها واللجوء لمعالج على حسب اللي بين قدامي ان انتو فعلا بالفعل لاجئين لمعالج علشان يعالجكم للأمر ده لانكم بتعانوا جدا منه فحب اقول لكم ان شاء الله ربنا هيبعط لكم الشفاء ده وهيكون فيه مرضوط حسن ان هيكون فيه نصلاح للحال فك للربط فك للوقف الحال الحاجات دي هتتفك ان شاء الله وخلاص ان شاء الله ايامكم هتمشي بسلاسة وبرحة تمة فيه منكم عنده بناء يعني زواج خطبة وفيه كمان اللي تعرضوا للخيانة والغدر بسبب علاقة ثلاثية فيه زوال الغم والغيوم اللي كانت مع الشيشة فوق العلاقة ديت فيه رحيل للشخصية الثالثة في العلاقة ديت وانفراض بينكم وبين حبيبكم او حبيبتكم اياكم هتشوفهم سعادة كتيرة وهناء كتير وراحة نفسية كبيرة جدا في الايام اللي جاية ابشروا الصبر مع شالقليل جدا 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 على تحقيق احلامكم على تعقيق الي انتو بتتمنوه بالنسبة المنفصلين اوانفصال او طلاق فهنشوف القراءة بتاعتهم بتقولين ايه طبعا واضح ان الطاقة بتاعتكم نافرة يعني حاسين ان ما فيش حاجة ما فيش رجوع حاسين باليأس حاسين بالاكتئاب فده بيدي طاقة نافرة ان هي بتنطر كده تمام فعايزين نقول ان فيه رجوع للحبيب فيه رجوع ومصلحة واعتراف بحقكم واعتراف بان الصلحة احسن حاجة ورؤية منه ان هو ظلامكم فان شاء الله ده خير كمان بالذات لشخصيات نسائية من برج الحمل واللي تم اطلاق بفعل شخصيات نسائية من عائلة الزوج الكلام اللي ديت بالذات بقول لها ان الحمل ديت او الشخصية النسائية ديت عارفت بقيمتك وعارفت ان هي ظلامتك وقدي كده هي تعبت وقدي كده هي تعذبت وهتساعد الزوج او الشخصية ده اذا كانت في علاقة حب او خطبة او زواج فهي هتساعده في انه يرجع لك تاني وهتستندم جميد جدا يا جوز ان هي مش هتبينه مش هتقول ده صراحة ولكن هتقوم بتساعد من الخفاء فيه كمان تعاون كبير جدا بين اطراف كتير علشان خاطر يرجعوكم لبعض بالنسبة للشخصيات المنفصلة والمطلقة من برج الحمل ففيه ناس كتير هتتكتف عشان ترجعكم لبعض وترد الحياة الطبعية بينكم وبين بعض السابق عهدها وبعد تماما 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 لفكرة الانفصال من تاني ومن جديد عايزين نشوف بالنسبة لحبيبي العزاب ومتأخرين الزواج فعايزين نقول لهم رائدكم يا عزاب ويا متأخر الزواج بقول لهم ان فيه بشة خير فيه ان شاء الله عرسان على الباب وعرايس على الشباك زي ما بيقولوا ان شاء الله هتشوفوا هنا كتير ان شاء الله فيه اختيارات كتيرة هتكون قدامكم فيه انصلاح لحالة العاطفة عندكم يا عزاب ويا متأخرين الزواج بعد كمية كبيرة جدا من اليأس والتعب والملل فيه بادرة جديدة ان شاء الله هتظهر في حياتكم في الفترة الاول يونيا ديت هتشوفوا كتير يعني فقل وفقل وفقل حسن هتشوفوا كتير بشارات خير ان شاء الله قدامكم منها كمان يعني اللي يعزز الفكرة ان كمان هيكون في محيط قصرتكم فيه حالات زيجة وحالات خطبة كتير فده يعزز الفكرة ان انتو الدور جاي عليكم ان شاء الله فليكم كل الخير وكل السعادة بالنسبة للعزاب فهيظهر في حياتكم اكتر من شخص بيعرضوا عليكم الحب وهيكون ليكم الاختيار الاول والاخير في اختياراتكم للاشخاص اللي انت عايزين ترتبطوا معاهم بعلاقة وسيطة وتدخلوا معاهم في علاقة جدة يعني تمام بالنسبة لحظكم في الشغل زي ما احنا قلنا ففيه بدايات مشاريع وفيه تغيير لمجال العمل او مكان العمل وده هيكون له مدلول كويس اواء عليكم فيه خير كتير جدا لجميع مشرط كمان برج الحمل بس بما اننا منتكلم عن برج الحمل فخلينا نتكلم عنه باستفادة اكتر طبعا زي ما انتو عارفين برج الحمل ان شاء الله ان شاء الله يا رب في الايام اللي جاية انتظرت كتير وكان في انتظار كتير لفلوس المفروض ان هي كانت تيجي انت كنت قاعد بتستناها بس ما جيتش للأسف في الموعد اللي انت كنت منتظرها فيه فهي تأجلت بس مش تم إلغاها فان شاء الله فيه وصول لها وفيه تحسنات مادية كبيرة جدا بالذات لنساء برج الحمل فيه علاقات حب كتير لاشخاص كتير من برج الحمل مش للرخص واحد طبعا ان شاء الله وهتكون علاقات نجحة تماما معظمها علاقات دو امروح معظمها هيحصل فيها ارتباط كامل ان شاء الله فيه عزيمة كبيرة هتدخل حياتكم هتحسوا دايما انكوا عايزين تشتغلوا عايزين تكتهدوا عايزين تنتجوا اكتر واكتر لان هيكون فيه معنويات مرتفعة جدا لبرج الحمل ان شاء الله في الفترة اللي جاي بتمنى لكم كل الخير وبتمنى لكم ان انتوا تركزوا على حاجات معينة تركزوا على انكم تهتموا بصحتكم تركزوا كمان على انكم تحفظوا اسراركم كويس قوي بدايتكم لاي مشروع ما فيش جاعة تقولوا عنها لحد لما يبقى المشروع ينجح ويتقدم هو اللي هيعرف عن نفسه ان شاء الله ايامكم الجاي كلها خير يا حملان ويا حملان من برج الحمل اصحاب برج الحمل من الاناث والظهور ان شاء الله كلكم لكم الخير بحبكم لله وفي لله ونفس ان انتوا دايما كلكم تكونوا موجودين معايا ما تنسوا مش من اللايك وشيرو والاشتراك في القناة وبفعيل الجرس دوسوا على زرارة سبسكرايب لو انت اول مرة تشوفوا القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر